توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سرجاي لافروف أعلنت الجامعة العربية أن زيارة أبو الغيط ستشمل جلسة مباحثات موسعة مع لافروف بشأن عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين ومنها القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التصعيد الجاري في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر